لاحظ كان فيه تحركات خليني أبتد في المجوس المجوس هم حكماء من المشرق هم اللي بيشتغلوا في القصور الملوك عندهم معرفة في علم الفلك تحركات النجوم بيعرفوا طبعا هم حكماء دارسين بيتميزوا بالمعرفة والمشهورة في قصر الملك ولا ربما كانوا بيدرسوا نبوات دانيال عندما كان موجود في أيام الفرس وعرفوا عن هذه النبوات ولكن من لاحظ أنه إذا جاءوا من المشرق وعلى الأرجح من مناطق فارس فإذا مشوا مش أقل من ألفين كيلو متر فإذا كان فيه نجم أو نجوم عم تتحرك وعم بيتبعوا هذا النجم طبعا مسافة ألفين كيلو متر فابتدأوا بالرحلة على الأرجح قبل ولادة يسوع المسيح لأن الأمر كله كان أمر معجزة وعجزة ولما وصل النجم عند أورش في أورشليم راحوا سألوا الشخص الغلط في المكان الغلط وسألوا أين يولد ملك اليهود مما اضطرب أثار يعني اضطراب هيرودوس وكل المدينة أورشليم معه ولكن برضو استمروا أن يتبعوا النجم وهون كان فيه شيء خارق عمل خارق في هذا الموضوع النجم مكتوب وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي يعني تخيل هذا النجم وقف كأنه بيشرق بنور يعني فوق الصبي أو فوق الطفل يسوع وهون طبعا الجدير بالإشارة أنه يسوع طبعا ولد في مذود ولكن هون الكلام بقول أنه كان موجود في بيت وأنه صبي ظهر أنه كبر شوي لأنه طبيعة لازم اتردعه ولازم يختتن في اليوم الثامن ولازم يمشوا على حسب الطهارة شريعة الطهارة التقصية بحسب طبعا عدات اليهود من الكتاب المقدس ومكثوا فترة لأنه إجراءات الإحصاء في أيام أغسطس بياخد وقت وأنه كونهم موجودين في بيت هذا معنات أنه كانوا فترة زمنية ولكن فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا وأتوا إلى البيت فخروا وسجدوا له وطبعا فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا هذا الموكب الجليل يعني المهيب أثار أورشاليم لأنه مجموعة كبيرة من المجوز اللي دخلت أورشاليم قافلة كبيرة وطبعا كملت القافلة إلى حيث وجد الصبي قدموا له هدايا ثم أحباء منقرأ عن ظهورات الملاك الملاك جبرايل ومنقرأ عن جوقة الملائكة جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة ابقوا معي سأواصل حديث بعد قليل ترجمة نانسي قنقر